تحية عراقية وأهلاً وسهلاً بكم مرة ثانية بتأملنا لهذا اليوم الكتاب المقدس الحلوبي بأنه يتكلم فعلاً بكل الأشياء بالشفافية ويتكلم مع الأسف عن حقيقة صارت قبل آلاف آلاف السنين وقت اللي آدم وحواء كسروا وصية الله نقرأ هالحدث من سفر التكوين أيضاً في البداية بسفر التكوين صاح ثلاثة من العدد سبعة إلى العدد عشر مكتوب فانفتحت عينهما وعلماء إنهما عريانان فخاطا أوراق الدين وصنع لأنفسهما مأزر وسمع صوت الرب الإله ماشي في الجنة عند هبوب ريح النهار فاختبأ آدم وأمرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت هاليوم نعمت الرب راح نأخذ تأمل سريع على ثلاث نقاط اللي حصلت فعلاً باللحظتها واللي دانعاني من قد هاليوم بسبب الخطيئة وعصيان لأمر الله بنشوف أول نقطة أنه آدم وحواء حسوا بسبب الخطيئة من كسرة وصية الله أنه هما رفضوا أنفسهم خجلوا من أنفسهم هم راحوا وجابوا أوراق التين وحاولوا أن يسدوا أو يحووا أو يحموا أورتهم الشغلة الثانية اللي دخل أيضاً بسبب الخطيئة إلى الإنسان الخوف ولهذا تهربوا هربوا هربوا من وجه الله هربوا من العلاقة اللي كانت موجودة خوف من العقوبة بعدين الأحساس بالخزي والعار في رفض للنفسي بحث أنا فعلاً في خزي وعار في شغلة غلط أنا سويتها وبعدين في خوف من العقوبة هاي هي نتائج الخطيئة باختصار طبعاً نحن بنشوف أنه فعلاً انفصلت العلاقة صار في موت ورح نتكلم بهالنقطة بعدين لكن هاليوم نريد ناخذ هالنقاط اللي الخطيئة جابتها واللي دخلتها لحياتنا لثقافتنا لبيوتنا للمجتمع اللي احنا عاشين به كل ما اتكسر وصية الله انت بترفض عمل الله انت بتخاف تدخل في خوف انت بيدخل إليك الأحساس بالخزي والعار ولهذا ايجا المسيح عالمون يشيل من عندي ومن عندك هالأشياء كلها ويرجعنا للعلاقة مع الله اذا انت هاليوم بتمر بوحدة او بتلاثتهم عندك الفرصة والرجاء انه تصلي وتطلب من الرب فعلاً انه يغير قلبك ويغفر خطيتك على اساس عمل المسيح اللي عمله على صليب يا بان السماوي احنا جايين فعلاً جايين بالاحساس بالرفض يا رب احساس بالخزي احساس بالخوف لكن يا رب احنا ما عدنا غيرك هاليوم يا رب جايين وعيوننا عليك يا رب ونقول لك يا سيد ساعدنا احنا ما نريد نكون مثل آدم ونهرب ونخبي ونضم أنفسنا لكن يا رب هاليوم جايين ونعترف لك ونقول لك اخطأنا اليك يا رب ساعدنا يا رب وسامحنا باسم المسيح يسوع وصلي امين الرب يباركك وصليها الصلاة فعلاً من كل قلبك امين اشتركوا في القناة